قد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً اليوم لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية تناول الاجتماع موقف توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق وأكد توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي لتلك السلع وبخاصة القمح، الزيت، الألبان، البدرة كما استعرض الاجتماع إجمالي ما يوجد في الجمارك من السلع الغذائية والأدوية والأعلاف حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالية الموجود حاليا منها بقيمة مليار وثلاثمائة مليون دولار بالإضافة إلى مناقشة الأسعار المتوقعة لتوريد اردب القمح هذا العام حيث من المتوقع زيادة أسعار التوريد دعما للفلاح في توئي توجيهات القيادة السياسية في ضل ارتفاع نسب التضخم ووجه رئيس الوزراء بحصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها وذلك من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف